تأثرت موضوعات بغاية الأهمية إيران خسرت العراق وبالتالي تريد أن تبقي على حوار مع بعض القيادات إيران وفقا للرؤية التي تقدمها حضرتك خسرت العراق بسبب القيادات التي كانت تتعامل معها أو تدعمها إذن هل إيران في طريقها لمعاقبة هذه القوة التي يمكن القول خدعتها أو غررت بها أم أنها ستنهيها والله إستاذ نجم أقول لك بس تعطيهم أمريكا إشارة للتفاوض كما حصل مع طلبان وهذا ليس مستبعد يعني الطلبان تعرف وصفت بالإرهاب وعدو وأمريكا احتلت إفغانستان وراء طلبان صار لهم وصفت بعد أحداث الداعش ما كان أحد يصور لو توجد اليوم مرحلة يتفاوضوا ولو بالعكس حتى الرئيس ترام يوم أمس يقول ممكن أن يعودوا إلى الحكم ممكن أن يعودوا إلى الحكم طلبان طلبان نعم ومن يقول لك حزب البعث ما يرجع بس مو بعنوان البعث ولذلك إيران والأزمة اللي تعيشها ممكن أن تقبل تتفاوض حتى بي البعثين وتخلص منها ولا إذا أمريكا شاءت ذلك ولكن معادل حتى أمريكا ما قعد تفهمها حتى هذا أمريكا ما قعد تفهمها أنه قوة وإصرار الشعب العراقي تتوقع الأمريكان هواي فرحانين بهذه القصة العراق استعيد هويتها الوطنية وكذا لا مو هواي فرحانين هذا مرفوض العراق لازم يبقى مدجن هاي حقيقة والأمريكان طرح ما يخفوها يعني ما يقبس هو مصالحه وين تنسجم الآن الشعب العراقي الثائر ضد هذه القوة السياسية اللي تخلت عنه وباعته والتفتت راحة الإيران مو صحيح؟ وتخلت عن كل المنجز اللي قدمتهم أمريكا اللي هم جابتهم من الكتورة والزوايا وضعتهم في السلطة مو هاي الحقيقة؟ قلبه والمعادلة سووا والسويتش راحوا للإيران صارت ولاعاتهم للإيران وانصياحهم الإيران مو معنى هذا رو أمريكا لكن أمريكا ما ترضى بهذه المعادلة اليوم إذا تريد تجيبني أمريكا أنا للسلطة أمريكا تريدني أمشي في مسارها لا تقول لي أنت وطني وموطني ذلك نحن القوة الوطنية رافضين هذا المشوار هنا هنا القصة تيجي الإيران يش يسوي إذا أباكتر عقب الأمريكان فتحوا قنوات من الحوار ما أقول حزب البعث ماكو حزب البعث بعد من الآن فصاعدة مع قيادات مهمة على مستوى الجيش على مستوى المدنيين وهذولا تريد تجيبهم أمريكا وتخليهم بالسلطة ماذا تتخيل إيران شو تسوي إيران وحقك مو تعلن عداها للبعث وهذه القوة الموجودة الآن تتحكم تعلن عداها للبعث ثاني يوم تتفاوض إياهم هذا هو قضي لماذا إيران الآن شو تريد إيران تعفوا حتى أقول لك إيران تريد تحكم ورقة على الطاولة عزا ولعل هذه الورقة تخدمها في التفاوض مع أمريكا يعني تريد تقول إيران بعد طلبان مؤكد لكنه ترامب أعطى أكثر من مرة إشارة وضوءا أخضر للتفاوض مع الإيرانيين ولكن هم الذين رفضوا إيراني كانوا يتفاوضوا على الملفات يعني مجزئة يعني يتفاوضوا على ملف العراق بعدين سوريا كذلك لكن الأمريكان يردوها مرة واحدة على الطاولة السعودية والإمارات يقول لكم حط الملفات مرة واحدة على الطاولة ونتفاوض